في تطورات الحرب في أوكرانيا قال الكريملين أنه لم يراجع بعد تقديرات منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن عدد الأشخاص الذين قتلوا في ماريوبول لكن في الوقت نفسه اتهم الكريملين القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن مقتل العديد من المدنيين في المدينة وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن ثمانية ألاف أشخاص على الأقل سقطوا جراء القتال أو لأسباب مرتبطة بالحرب للوقوف على تفاصيل تعليق الكريملين على تقديرات المنظمة ينضم إلينا من موسكو مراسل المشهد فادي صالح فادي لا تطلعنا على تعليق الكريملين على هذه التقديرات التي جاءت على لسان المنظمة نعم مالك في الحقيقة المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ألقى باللائمة على الجانب الأوكراني وقال إن النازيين أو من وصفهم بالنازيين الجدد هم من تسبب بمقتل آلاف المدنيين في مدينة ماريوبل وذلك بعد استخدامهم كدروع بشرية قال طبعا بيسكوف إن هذه المعلومة معروفة لدى روسيا وأن القوات الأوكرانية وأكرر من وصفهم بالنازيين الجدد قاموا بإطلاق النار على المدنيين من ظهورهم ناهيك عن استخدامهم كدروع بشرية إضافة إلى ذلك الأمر أكد بيسكوف أن موسكو حتى الآن لم تطلع بشكل تفصيلي وكامل على تقرير هيومان رايتس ووتش ولكنه في النهاية يحمل المسؤولية للجانب الأوكراني وهذا الأمر ليس بالجديد يعني كان هناك تصريحات سابقة من قبل موسكو تتعلق بالهجمات الأوكرانية والتي توصف بالإرهابية ويتم استذكار الهجمات التي كانت خاصة في عشية ليلة رأس السنة والتي استهدفت فعلا حسب الصور التي شاهدناها المناطق المدنية واستهدفت مدنيين في داخل الأراضي الروسية وبتحديد في مقاطعة بيلغراد الروسية الأمر الذي تقول عنه موسكو إنه أعمال إرهابية وتحمل الجانب الأوكراني مسؤولية مقتل المدنيين في المقابل تقول موسكو إن قواتها تستهدف حصرا المواقع العسكرية والمصانع الأسلحة وكذلك المنشآت العسكرية والبناء التحتية العسكرية فقط وتحافظ على حياة المدنيين بشكل كامل إذا ما ردنا الحديث ميدانيا فادي وتزامنا مع هذه العملية وسعة النطاق في أبدييفكا وإسقاط الطائرات المسيرة سواء من الجانبين ما الجديد حتى اللحظة حسب البعلومات الرسمية إذا كنا نريد الحديث عن المسيرات فاليوم تمكنت القوات الروسية أو الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط نحو 20 مسيرة في مناطق مختلفة داخل الأراضي الروسية منها منطقة أريول التي تم صد فيها خمس مسيرات كانت تحاول استهداف مصنع للنفط ولكن هذه الاستهدافات لم تنجح حسب ما قال الجانب الروسي بل تم إسقاط جميع المسيرات وقامت فرق الإنقاذ مباشرة بالتوجه للمكان لدرء الضرر في حال وجوده إضافة إلى ذلك الأمر تعرضت مقاطعات أخرى مثل كورسك وبريانسك وأيضا مدينة كرسندارت القريبة من البحر الأسود أيضا تم استهداف أو محاولة استهدافها بالمسيرات أيضا تم إسقاط ست مسيرات فوق منطقة البحر الأسود هذا ما يتعلق بالداخل الروسي أما في منطقة العمليات العسكرية الخاصة فأكدت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إسقاط أكثر من مئة مسيرة إضافة إلى هذا الأمر أكدت القوات الروسية أنها تمكنت من تعزيز مواقعها على محور كوبيانسك وأيضا على محور دانييتسك تمكنت من تصفية ما يقارب ثلاثمائة جندي أوكراني وعلى محور كرسني ليبان حول مئة وتسعين جنديا أوكرانيا تم تصفيتهم إضافة إلى هذا الأمر قالت الدفاع الروسية أنها تمكنت من تدمير عشرات المدافع منها الأوكرانية ومنها أيضا غربية الصنع ومن ضمنها طبعا مدافع هاوزر الأمريكية وكذلك الأمر تمكنت القوات الروسية من تدمير عشرات المركبات والمدرعات الآلية التابعة للقوات الأوكرانية إضافة إلى وجود حديث طبعا عن هجوم وصف بالواسع على مدينة أفديفك هذه المدينة التي تعتبر استراتيجية وهي على خط الجبهة مباشرة على حدود جمهورية دانييتسك الشعبية إذن الدفاع الروسية تؤكد أن قواتها تبلي بلاء حسنا في منطقة العمليات العسكرية ولا توجد تراجع وتتمكن من صد هجمات مضادة وإن كنا نريد العودة إلى مدينة أفديفك فقد تمكنت من صد نحو عشر هجمات أوكرانية إضافة إلى تمكنها من إبعاد القوات الأوكرانية إلى مبادي خط سكك الحديد واضح شكرا لك من موسكو ورسلنا فادي صالحياني على جميع هذه التفاصيل